السؤال رجل أحضر كلب حراسة إلى بيته ويسأل عن حكم من يربي كلبا للحراسة وما حكم من يربيه في بيته للتسلية الفتوى اتفق الفقهاء على عدم جواز اقتناء الكلب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إني جئت البارحة فلم يمنعني أن أدخل عليك إلا أنه كان في البيت صورة أو كلب رواه أحمد إلا لحاجة كالصيد والحراسة وغيرهما من وجوه الانتفاع بالكلب التي لم ينهى الشارع عنها فإنه يجوز اقتناؤه لهذه الحاجات لحديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان رواه مسلم وليس التربية الكلب للزينة أو التسلية من المسوغات التي يجوز اقتناء الكلب من أجلها وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الصلاة في بيت فيه كلب إلا كلبا مأذونا باقتنائه مثل كلب الماشية أو الصيد فإذا صلى في بيت فيه كلب لم يؤذن باقتنائه لم تبطل صلاته بذلك ما دامت كاملة الأركان والشروط لكنها مكروهة لما تقدم من النهي والله تعالى أعلم المصدر دولة الكويت إدارة الإفتاق